السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلو وسلم وبركة على سيدنا محمد وعلى الله وصحابه الغر المايمين ازايكم يا سنتاني عدادة عاملين اي يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنحل المزج الامتحانات اللي جات لكم النهاردة في الامتحانات تمام وكل ما هتيجوا قدامي محافظة ان شاء الله حلها معاكم خلاص فنبدأ ان شاء الله كده ونبدأ ونقول بسم الله ونشوف الفيديو بتاعنا او المتحان بتاعنا شكله ازاي طبعا هو نفس الشكل اللي احنا حالي نايم بارح يا سنتاني لو انتم فاكريين هنبدأ قول سؤال كده باللسن واللسن بيكون سؤالين اختيارات كلهم ده مش حارفة حلو معاكم لان انت طبعا سمعت اللسن فتبدأ انت تحلو هو بس السؤال بيقول what's judy's favorite sport ايه رياضتها المفضلة الكاراتي ولا فوتبول ولا باسكتبول ولا سكواش طبعا زي ما انت سمعت وايه تاخد خط بعد كده judy is allergic to judy عندها حساسية من اين انا طاقة عن نهاية ممكن تكون النطس يعني نطس ولا beans ولا apples ولا bananas طبعا دول زي ما انت هتسمع وتروح بها تخطى عليها واحنا تدربنا على ده كتير امبارا طيب السؤال التاني بقى عندنا سؤال المحادسة كل واحدة منهم بدرجة اول حاجة زهراء وروان بدي تسألها بقى سألتها سؤال فالتاني ردت عليها اتلقى i'm going to visit my uncle in the midyear holiday اتلقى هاروح ازور عمي في اجازة نص السنة تمام طيب بعد كده قلت لها are you going to visit your family هل انت هتزور عيلتك مش عارفين هتجاوب بايه وبعدين سألتها سؤال رحت قلت لها i will go there by car قلت لها روح بالعربية تمام يبقى هي اول حاجة قالت لها ايه اكيد هتقول لها هتعملي ايه في اجازة نص السنة او هتروحي فين تمام يبقى هنقول لها ايه where are you going in the midyear holiday هتروحي فين في اجازة نص السنة طيب ممكن اقول لها هتعملي ايه تمام what are you going to do in the midyear holiday ال اتنين صح يا ولد خلاص طيب بعد كده بتقول لها هل هتروحي مع علتك فدي جاوب عليها بيس على طول فهتقول yes i am تمام لان الار يو بتتحول i am السؤال بعد كده قلت لها انا هروح بالعربية يبقى هتقول لها هتروحي ازاي يبقى كلمة ازاي دي ليه هي كيف هاو هنقول هاو والفعل المساعدة عندك موجودة هو well هنقول how will you go there هتروح ازاي هناك خلاص ده اول سؤال معنا اللي هو listen وكمان المحادسة ودول بخمص درجات هما اللي اتنين كل سؤال من اللي جاية ده هيبقى بدرجة تعالوا بقى نشوف الاختيارات عندنا سؤال الاختيار اول حاجة بيقول if you feel ill you a doctor طبعا هنا قاعدة f واحنا عارفون قاعدة f بيجمعها مدرع بسيط عندك فيل اهي موجودة يبقى حتى ان هي هتختار well والمصدر او should والمصدر طبعا ما عنديش well يبقى should طب ده مثلا عندي should and shouldn't اختار ان هي هنختار should see ليه بقى لان هنا بيقولك لو انت تعبان وروح له الدكتور يبقى انا هتدي نصيحة يبقى هقوله should see تمام رقم اتنين i don't like this soup there is too salt in it انا مش بحب السوب دي الشربة دي محبتهش يعني ليه بقى لان فيها منح كتير too يبقى much ولا money ولا ينف ولا few طبعا الصوت لا يوعد فهناخد معايا much طب ما تنفع يا مثل ينف لا ينف ما ينجيش قبلها too يبقى هنختار too much رقم ثلاثة are like planes without wings زي الطيارات بس من غير اجناحة يبقى على طول helicopters اللي هي اول واحدة رقم اربعة farmers use not although they are bad for nature الفلاحين بيستخدموا ايه على الرغم انها ضرة للبيئة او للطبيعة يبقى كد بيستخدموا chemicals تمام المواد الكيميائية رقم خمسة واخر واحدة she is driving too fast هي بتسوه بسرعة جدا يبقى she is have an accident طبعا يا مثل هنا عندي دليل تمام فاحنا قلنا لما لايخطة نية دليل يبقى am is or going to والفعل في المصدر هو اصلا عطيني is يبقى انا هاخطار going to تمام من فحش الاخيرة انها going بس طيب كده خلصنا الاختيارات تعالوا بانروح للكطعة نرى الكطعة كده مع بعض بيقول technology has become important because it saves the time although it made our life easier and more comfortable it has bad effect on our lives computer addiction can cause health problems such as bad eyesight and becoming fat so if you aren't addicted to it you will be fine بيقولك technology يعني اصبحت مهمة في حياتنا لانها بتوفر لنا الوقت وبعد كده قالك على الرغم من كده هي برضو خلت حياتنا سهلة ومريحة اكتر وبيقول بس هي برضو ليها اثار ضرر على حياتنا وبيقول ادمان الكمبيوتر ممكن يسبب مشاكل صحية زي مشاكل النظر وان الشخص يكون فات يعني تخين من كتر الاعداء بقى وكده مفيش حركة طيب بعد كده بيقولك لو انت مش مدمن لي يبقى انت كويس طيب اول سؤال بيقول what is the passage about القطعة تتكلم عن ايه ممكن تكتب التكنولوجي and computers او technology best computer براس مفيش اي مشكلة الاتنين صح تمام طيب بعد كده بيقول why do you like a computer ليه انت بتحب الكمبيوتر في القطعة هنا هو ما بيتكلمش ما قالش حتى عندي هو تقريبا هنا فيه غلطة لان المفروض كان بيقول ليه انت بتحب التكنولوجي تمام يعني دي ممكن يكون فيها غلطة وما ممكن يكون دخلوا صحوة في اللجنة يعني طيب هنا هنقول له بفاول سطر خلص because it saves the time لانها بتوفر الوقت سوى ان كانت التكنولوجي او الكمبيوتر الاتنين بيوفر الوقت تمام طيب السؤال التالت what are the bad effects of using computers too much بيقولك ايه هي الاصر الضرر لإستخدام الكمبيوتر للكسير هتبدأ من عنده computer addiction هتقول can cause health problems such as eyesight and becoming fat تمام لحد بفات خلاص كده طيب بعد كده بيقولك the underlying pronoun it refers to it رجع على ايه في السطر الاخير اللي هو اخذ تحتها خط دي ارجع كده شوه بيتكلم على ايه هتلاقي نفسك كلمة computer اللي هي بتختار يعني كلمة computer ليه لانه هو بيقولك لو انت مش مدمن لي يبقى انت كويس يبقى computer طيب computers help you because they save بيقولك الكمبيوترات بتتعيدنا لي لانها بيتوفر لي ايه يبقى time او بتحفظ لي على الوقت تمام ودي الاجابة بتاع رقم ايه اتنين تمام فاللي مركز هيعرف ان دي حل دي على طول طيب بعد كده عندنا سؤال الترتيب سؤال الترتيب برضو كل واحدة منهم بدرجة بيقول هنا should we help we the environment هنبدأ طبعا بwe وبعدين should والفعلة في المصدر يبقى help بيبقى we should help the environment تمام طيب اللي بعدي هبقى هنقول هم رحوا للجزيرة في مركب خلاص يبقى كده هنقول they went to the island in a boat طيب بعد كده الparagraph زي ما انتو شايفين بيتكلم على ايه healthy food الطعام الصحي ودي كانت من الباراغرفات المضاقعة وانا كتبها معاكم وان شاء الله ان شاء الله تكونوا انتو شفتوا الفيديو ده وكلام كمان للناس اللي هي لسه ما متحنتش للعام خلي بالكم من الباراغرف ده لانه جل الأزهر معنا تمام طيب تعالوا بقى نشوف السؤال اللي بعديه في سؤال الباراغرف يا أولاد كل كل الخمس جمل اللي عندك دول بثلاث درجات فبرده مهمين ما تضيعهمش وطبعا healthy food ممكن تقول I like healthy food it makes me strong بيخليني قوي you should eat fruits and vegetables لازم تأكل الخضار وفاقها you should eat meat fish eggs because they give us protein بيدون protein ممكن تقول we should drink milk تشرب لبن كتير وبعدين تقول milk makes our bones strong بيخلي عظمنا قوي تمام حاجات كتير جدا ممكن تكتبها في healthy food تمام فسهلة جدا جدا طيب آخر سؤال هو سؤال للناس اللي ممتحنتش الترم الأول فجاب لهم خمس أسئلة بعشرون درجة هحلهم برضو معكم عشان لو في حد متابع معي طيب بيقول many young people look jobs to earn enough money الناس اللي هي الشباب بيبحثوا عن عمل يبقى look for تمام طيب رقم اتنين I love going to places أنا بحب اروح الاماكن الايه يبقى اكيد historic الاولى بعد كده رقم ثلاثة the of my school are friendly من هما اللي في السكول nurses ولا teachers ولا pilots ولا sailors لا طبعا teachers طيب رقم اربعا the bulls are made of البولات مصنوع من clay paper oil water طبعا مش يمزح تتصار من اي واحدة من دول غير الكلي اللي هو هم عملوا اختبار ايه كده عشان يفحصوا صحته يبقى كده عملوا اختبار random يعني عشوائي خلاص كده سنة ثانية ده كان اول امتحان يقع في ايد النهاردة اه لترم التاني لالازهر الشريف خلاص امتحان سهل جدا جدا وبسيط وخسارة ان انتم ضيعوا في درجات لان كل الحاجات دي احنا حللناها مع بعض فسهلة جدا وان شاء الله يكون الامتحان كان سهل عليكم النهاردة باذن الله اكتبوا لي في الكومنتات عملتوا ايه ولو في اي حد من محافظة تاني غير محافظة اللي حالينا النهاردة عنده اي سؤال اكتبوا في الكومنتات وانا هصحح وانا هشوف لو صح ولا غلط يعني تمام ولو عايزين اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات بالنسبة للعام اللي هو لسه ما متحنش انا معاكم برضو لحد ان شاء الله ليلة الامتحان خلاص بالنجاح والتوفيق يا رب واشوفكم على خير ان شاء الله السنة الجاية باذن الله تكونوا في التعداد ان شاء الله وكل سنة وانتو طيبين وقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا